رمتني بدائها وانسلت هكذا ينظر السوريون إلى العفو الذي منحه بشار الأسد عما سماها الجرائم الإرهابية التي ارتكبها من ثاروا على نظامه بحسب زعمه مرسوم أصبح مثاراً لسخرية السوريين واستغرابهم من طبيعة هذا النظام الذي يتحدث عن الإرهاب بينما سجله الأسود يطفح بأبشع الجرائم في العصر الحديث وفقاً لمنظمات حقوقية مرسوم بشار الأسد يأتي بعد أيام فقط من تسريبات صحيفة الجارديان لمشاهد مجزرة التضامن الذي ارتكبها عناصر النظام عام 2013 وراح ضحيتها أكثر من 40 مدنياً قتلوا بدم بارد وبشكل وحشي توقيت العفو الرئاسي بعد نشر مشاهد المجزرة جعل السوريون يتساءلون عن ما هي هذا العفو وهل من قتل مئات آلاف السوريين يمكن أن يوثق في وعوده لا سيما في ظل توحش الميليشيات في سوريا واستمرارها بارتكاب المذابح حتى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحصت نحو 50 مجزرة ارتكبها النظام وميليشياته في عموم سوريا وبدوافع طائفية منظمة العفو الدولية ذكرت في وقت سابق أنه لا توجد أي ضمانات لعودة اللاجئين السوريين كما لا يوجد أي سوري عاد بعفو الرئاسي إلا وكان مصيره السجن أو القتل وحصل هذا مع عدد من الناشطين الذين غرتهم معود نظام الأسد ما يثير دهشة السوريين واستغرابهم أن بشار الأسد ما زال بعد أكثر من عشرة أعوام من حربه على السوريين جالسا على كرسي الحكم يصدر المراسيم ويتخذ القرارات ويظهر بمظهر الممتن بمراسيم العفو بينما العدالة تقتضي أن يساق إلى المحاكم ليحاسب على إفناء وتشريد شعب كامل وتدمير وبيع بلد بأسره ترجمة نانسي قنقر